موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله على صورة الأقمار الصناعية نلاحظ وجود كميات كبيرة من السحب الركامية التي نتج عنها أمطار وزخات متفرقة من المطر كان تأثيرها في المناطق الجنوبية الغربية وأيضا في المناطق الوسطى منطقة الرياض ومنطقة القسيم وأيضا حالة عدم الاستقرار والغيوم الركامية المصاحبة لها يتتحرك باتجاه الشرق بحيث لاحقا أو في الساعات القادمة ستتأثر منطقة حفر الباطن ودولة الكويت وأيضا الدمام والجبيل وكذلك البحرين وقطر ستتأثر كل هذه المناطق بحالة عدم الاستقرار الجوي وينتج عنها زخات متفرقة من المطر زخات متفرقة من المطر متوسطة الشدة مصحوبة أحيانا بالرعد والبرق والبرد لكن تعتبر هذه الزخات متوسطة الشدة وأيضا حالة عدم الاستقرار هذه يصاحبها نشاط في سرعة الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة للغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة الحالة الجوية المتوقعة نهار الغد نتوقع غدا نهارا أن تخف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيا بدءا من المناطق الشمالية والغربية ينحصر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المناطق الجنوبية والشرقية ولكن بصورة أخف وتضعف حالة عدم الاستقرار تدريجيا بيكون الجو في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية والشرقية غائم جزء وتضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجيا وإذا سقطت زخات متفرقة من المطر بتكون ما بين متوسطة إلى ضعيفة الشدة وأيضا تضعف سرعة الرياح تدريجيا مع بقاء الجو مغبرا في المناطق الوسطى والجنوبية وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وزي ما حكيت حالة عدم الاستقرار تنحصر في المناطق الشرقية والجنوبية تدريجيا لكن تضعف فرصة الهطول أيضا تدريجيا اليوم الاثنين يميل الجو إلى الاستقرار التدريجي وأيضا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة هذه الوضعية الجوية حالة عدم الاستقرار الجوي ونشاط الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الغبار وزخات متفرقة من المطر قد تكون أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد والبرد في مناطق محدودة ولفترات محدودة ينتج عنها بعض التحذيرات من هذه التحذيرات نحذر من الغبار بسبب العواصف الرملية وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر إثنين نحذر من شدة العواصف الرادية وخطر الصواعق خاصة على المناطق المكشوفة وأيضا خطر تشكل السيول بسبب غزارة الأمطار في بعض الأماكن لفترات محدودة وأيضا في الأماكن المنخفضة أربعا نحذر من خطر اضطراب الموج في الخليج العربي وارتفاع الأمواج تقريبا ما بين متر إلى مترين أعزاء المشاهدين تابعونا على iribia.com ولا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية شكرا لمتابعتكم ونرجو للجميع السلامة وفي أمان الله اشتركوا في القناة